والله العظيم يا جماعة فعلا ربنا ما بنساش حد اللهم لك الحمد احنا يعتبر انتصرنا ام ربين ربنا الحمد لله رضاهم وفيه اخبار كويسة جدا للنهاردة وفيديو النهاردة مهم جدا 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 لكل الناس النهاردة الاول قبل ما نتكلم ونقول احنا عمرنا النهاردة يا جماعة 35 يوم النهاردة عمر الفراغ 35 يوم بسم الله وما شاء الله عندي ايدي صحب كويس وازا ما انتم شاهدون ده وحضراتكم من اشطر حقيقية كويسين والحمد لله الدنيا تمام لكن خلونا ناول نبدأ حلقتنا النهاردة باهوا اخبار جميل اخبار كويسة جدا عن اسعار الفراخ والبورسة في الايام الجاية وكمان الناس اللي عايزة تسكن النهاردة هتعمل ايه في الائيم اللي جاي ويتسكن لألوانا لا خلونا كل ده نعرفه النهاردة في حلقتنا ابدأ حلقتنا بالSalات والسلام على رسول الله اللي هم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اولا خليني اقول لحضراتكم انو في اخبار قويسة جدا 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 النهاردة وزاي ما اكلمنا وقلنا في حلقتين قبل كده ان الاسعار هترفع واللهم لك الحمد الاسعار فعلا رفعت والنهاردة يا جماعة التنفيذ 44 جنيه النهاردة سعر المزرعة وسعر المكان اللي بتحرك منه الفراخ سعر الفراخ النهاردة لقلب المزرعة 44 جنيه تنفيذ زي ما اكلمنا وقلنا لحضراتكم من خمس ايام بزيط قلنا مصبر شوية 3-4-5 ايام هنوصل لـ 45 تنفيذ لكن النهاردة وفيديو النهاردة والاخبار اللي جات لنا من شوية والاخبار اللي اكيدة بإذن ربنا إن شاء الله إن حضراتكم لو اي حد هيبدأ يطلع فراخ يصبر معانا بس كمان 4 ايام أو 5 ايام بجد هنسمع عن أسعار عمرنا ما سمعنا عنها في الفراخ أسعارا أول مرة هنسمع عنها في أسعار الفراخ ودة الحمد لله من ردة ربنا على المربيين لأن فعلا المربيين اتظلموا بشكل كبير جدا في الأيام اللي فاتت بقى إن سنة تقريبا المراب المصدوب بقى إن سنة تقريبا المربي بيسوت وبيشتكف وناس كتير جدا مربين بأطلقوا وناس كتير جدا مربين يحققوا خسامك كتيرة جدا. لكن ان شاء الله ربنا هيعول على جميع. وان شاء الله ربنا هيعول على كل. لكن خلونا في الناس اللي الرابط تطلع. واشك ان هم يطلعوا. ويمصولوا الاوزان. الحمد لله اللهم يمكن الحمد النهاردة بس. قدنا نتكلم اول في خمسة وتلاتية يوم يا جماعة. اللهم يمكن الحمد الدينية تمام. انا اشغال لسا يا جماعة بالنقاط زي ما اذا اشغال. ونفس القصة بتاعة آآ طحمية العلف. انا اشغال بيها وردو الحمد لله شاهدين السحب يا جماعة ما شاء الله اللي يفترخوا لا تتاكل اوزان عندي كوائزة في حاجات عندي ما شاء الله تنين تلتمية واتنين اربعمية داخل على تنين ونص كمان ما شاء الله في حاجات عندي كيلو تسعمية وكيلو تسعمية وخمسين ويعني اوزان مختلفة والحمد لله الدنيا ماشي معك انا المفروض ان انا وبطولش يعني انا من عادي ان انا وبطولش الدورة بتاعتي لحد الخمسة وتلاتين يوم حتى لو تشوفت الدورات اللي فاتت انا اخري تلاتين اربعة وتلاتين يوم بكون مخلص الدورة بتاعتي يكون بسرعة انا فعلا كنت انا وطلع من مبارع لكن بجد لما عرفت الاخبار دي اصريت ان انا اطور شوية وكمل شوية كمان تلات اربع ديام اللي هيحصل في البورسة والاسعار اللي احنا هنسمعنا خلال الايام اللي جاية يا جماعة اسعار وايسة جدا وهتراجي الناس كتير جدا جدا. كمان اسعار العلف اكيد كلنا متبعين ان اسعار العلف عمالة بتنزل. اه في اه اسعار كتيرة جدا هتنزل العلف الايام اللي جاية. اه السوية يا جماعة كانت النهاردة اتفاجينا بخور جميل جدا. السوية كانت سبعة وتلاتين الف للتن. النهاردة ومشاها الله وصلت لخمسة وعشرين الف يعني تقريبا اتناشر الف جنين زور في يوم واحد. اما بالنسبة الاخبار اللي تخص من رب يا جماعة فان شاء الله في سعر التنفيز هيوصل معنا في خلال اربع حمس ايام بازن الله اقصها بازن الله ممكن يوصل معنا التنفيز لخمسة وخمسين جنين. اذا تقول لي انت ببالغ اقول لك والله العزيم ما ببالغ. الفراغ البيضة فعلا يا جماعة مش موجودة في السوق نهائي. طلب كتير جدا وما فيش اي فراغ خالص في السوق. خاصة زي ما تكلمنا وقلنا بحلقات قبل كده كتير انه الطاب دي رائطي موجود على الفراغ وما فيش اي فراغ في السوق. كل الفراغ اللي حتى اللي فراغني في السوق الاوزان بتاعاتها ضعيفة جدا بسبب نقص الفراغين واللي اتكلمنا عنه في حلقات كتير. خلينا اقول لك كمان بالنسبة لأسعار العلاف. أسعار العلاف الايام اللي جاية هتنزل بشكل كبير جدا جدا جدا. فالناس اللي عابة تسكن او الناس اللي عايزة تسكن. ناس كتيرة جدا بتجيلي اسئلة عن موضوع تسكين. اقسم بالله الناس اللي هتسكن في الوقت الحال يا جماعة انا والله قدر الامكان. بقدر الامكان احاول اخلص الدورة دي بس انا مستني كمان يومين ان شاء الله هتطلع على السبعة وتلاتين او الثمانية وتلاتين يوم. حيث ان الفراغ تزبط معنا وكمان السعر يزبط معنا. لحد مسلا على الال يكون خمسين تنفيذ. ده الى حد كبير هيفرق معي كتير جدا في الاوزان وهيفرق معي جدير جدا في السعر. وكمان يحاول يزبط لي الارباح بتاعتي ويأزب ارباح الدورة حتى يعني ينستاهل التعب الاربعين او الثمانية وتلاتين يوم اللي احنا ربنا فيه ومكايدنا فيه. خلونا كمان اقول لكم ان الناس اللي هتدخل جديد يا جماعة انا بنصح كل الناس دخل بنصح كل الناس دخل بجد امانة والله العظيم ربنا يشهد على كلام ده انت عارفين انا مبتكلمش في المعروض ده كتير او مبتكلمش على العسعار والكلام ده لكن بجد انا فرحان جدا للمربي للمربي تزلم المربي تعب جدا الفتر اللي فاتت تقريبا السنة والمربي بيدباحه فيه بالبطيء المربي تعبان جدا جدا جدا. الناس اللي هتسكن يا جماعة انا بنصحكم تسكنوا لان دي هتبقى انجح دورة والسوق جاي يا جماعة والدنيا هتبقى تمام ان شاء الله بازن اللي هسكن وانت قلبك جامد وقلبك ميد. الدنيا هترفع واسعار ممكن توصل لستين جلي تنفيز. اعتقد ما اسمعناش السعر ده قبل كده. ستين جلي تنفيز. ده لو حصل فعلا يا جماعة هتبقى يعني يعني انا بداعر كل المربي ان ربنا يا ربي يزيده يا ربنا يا ربي عود عليه في سنة خسائر يعني ايه سنة خسائر والله يا جماعة ناس بالالفات والملايين خسرت بسبب اسعار العلف وسبب ان هم عمين يموتوا بالبطيء في المربي. اما بالنسبة اليوم النهاردة فهو زي ما اكلنا حضراتكم من شوية هو ليوم الخمسة الثلاثين. وزي ما اكلنا وقالنا في الحلقات اللي فاتت ان احنا شغالين يا جماعة في الايام دي بالفيتامينات وكمان الخراطات اللي هي العادية. البصل والتم واللمون. ده اللي احنا شغالين بالايام دي. فالشغالين بقى فيتامينات قالت تلت تلت هي شغالين بقى مرسع شعب. شغالين اه اه سلينيوم. عام لحمة عدنية ما فيش اي مشكلة. اشتغل بقى اي فيتامينات. حط اضافات على العلف. اشتغل بنظام التحميل ما فيش اي مشكلة. ممكن اعمل اللي انت عايزه ما فيش اي مشكلة. انما بلاش ادوية وبلاش علاجات. دايما في نهاية الدورة وخاصة لما يكون قراته تطلع الدورة بتاعتك. لان المفروض طبعا انت ما تنزلش اي علاجات. لما يكونها تطلع ويكونها تيوصل الدورة بتاعتك مثلا قبلها بخمس ساعة واستيام. ما يكونوا بش اي علاجات. عشان ما تضرش اه الناس اللي هتشتري او الناس اللي هتاكل الفراخ. كمان الناس اللي بتكلمنا داهمة على خلطات زيت الوزن. يا جماعة والله المشكلة مش في زيت الوزن هو المشكلة المشكلة اللي لها في البروتين. وحنا قلنا ازاي نعوض البروتين دوت. هنزود خلطات. هنزود بصر وتوم ولوون. هنزود كوركم. هنزود آآ اللي عنده الشغال بالليكويد فيد آآ واحد وخمسين او العشرة يزود منه ويحط نظام التحميد. كنا نضي خاطات. بالنسبة للخميرة برضو العسل مفهمين جدا جدا جدا. وقلنا اتكلمنا قبل كده ان لو العسل عند لو آآ فيه ستلاتة عندك بالفراخ. بلاش نشتغل بالعسل وهنشتغل بالخميرة بس. ويكون قبلها يكون تعطيش ساعتين على القلب. والخميرة تفضل آآ قدام الفراخ بس في نص ساعة. آآ ده طبعا بالنسبة للزهاية الوزن. ده بالنسبة للزهاية الوزن. آآ لكن آآ ما تقلقش حتى لو عندك الفرخ خفيفة. سيب الفرخ ياكل. آآ الفرخ هي كده كده هيزيد معاك. التحويل طبعا تعرفين التحويل الأقوى تحويل بيكون بعد اليوم الخمسة وعشرين لحد الاربعين يوم. التحويل بيبقى كل يوم بيزيد معاك مية جرام مية وخمسين جرام متين جراما لحسب طبعا الفرخ وحسب تحويل الفرخ معاك. آآ الطمن جدا. آآ الايام اللي جاية الاسعار من شاء الله جميلة جدا جدا جدا. واللي عنده فرخ ما يبيعهاش. انا وقفت والله. طلعت بزلطة اربع فرخات لحد معين كده وبعد كده وقفت الدنيا عندي. آآ لحد ما الدنيا تصبط معي هيفرق معي كتير جدا. هتزود شيخار تعالى لك ما فيش اي مشكلة. زبط الدنيا معاك والاسعار اللي جاية اسعار خطيرة جدا جدا. ولو هتسكن انا بقول لك تاني سكن وقلبك خلي قلبك جامد. ما ما فيش اي مشكلة من التسكين بالعكس هتبقى انجح دورة بالنسبة لك. وربنا يا ربا يعوض على كل الناس اللي خسرت. آآ ان شاء الله الخير جاي وان شاء الله الدنيا كلها هتتزبط والاسعار هتنزل. والدرس هي بتنزل والعلك بينتل وكل حاجة بتنزل تاني. وان شاء الله كل الخير لكل المرابين بازن الله. ان فعلا المرابين تعبوا والمرابين ازلوا بشكل كبير جدا. بسبب الاخبار السعية دي من نساش تعمل لايك جميل للفيديو وكمان تنزل تعمل اشتراك لو عجب المحتوى القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.